تحرير نهر النيل من أي عوائق بيان عاجل من الرئيس السيسي ننشر التفاصيل وضربة كبرى من الحكومة إحالة حيئتان البيض للتحقيق وسر قرار المركز المفاجئ تحول خطير في سوق الدولار وبعد طلب موظفين بدون أجازات أول تدخل حكومي ضد التوحيد والنور والبصل يرتفع والبطاطس تستقر وجنون في أسعار التباطم لهذا السبب واثناشر جنيه مرة واحدة مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم ننشر التفاصيل دي كانت العنوين لكن قبل ما ندخل في التفاصيل حابين نكسب الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اتشرف بمتابعة حضراتكم للصفحة اضغط على زرار المتابعة الظاهر أمامك واضغط أيضا على زرار أعجبني عاوزين نوصل في هذا الفيديو الأكبر عدد لايقات ممكن نعمل شراء ومشاركة للفيديو عشان غيرنا يستفيد ونخش على طول في التفاصيل تحرير نهر النيل من أي عوائق بيان عاجل من الرئيس السيسي ننشر التفاصيل الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه تكلم مع الرئيس الألماني عن موضوع مهم جدا وهو مياه النيل وبالأخص سد النهضة اتنقشوا في عملية التفاوض مع إثيوبيا ومحاولة الوصول لاتفاق قانوني ملزم على مدار عشر سنين فاتوا بخصوص ملء وتشغيل السد الرئيس السيسي قال في المؤتمر الصحفي اللي عملوا مع الرئيس الألماني في قصر الاتحادية اتكلمنا عن موضوع مهم جدا بنحطه في أولوياتنا وهو موضوع مياه النيل وبالأخص سد النهضة التفاوض مع إثيوبيا شغال بقاله أكتر من عشر سنين عشان نوصل لاتفاق قانوني ملزم على ملء وتشغيل السد بنتكلم هنا على معايير وقوانين دولية بتخص الأنهار العابرة للحدود ومصر ملهاش طريقة تانية تاخد بيها المية غير من نهر النيل اللي بيجري من آلاف السنين على ألاضينا بدون أي عوائق مصر دايما كانت واضحة جدا في موقفها من الحفاظ على حقوقها في نهر النيل بكل قوة الرئيس السيسي وغيره من المسؤولين بيأكدوا في كل مناسبة أن مصر مش هتسمح بالمساس بحصتها التاريخية من مياه النيل وأن أمنها المائي جزء لا يتجزأ من أمنها قومي مصر بتستخدم كل الأدوات الدبلوماسية وقانونية سواء كان من خلال التفاوض أو اللجوء للمجتمع الدولي عشان تضمن أن حقوقها في مياه النيل محفوظة الدولة كمان بتبزي المجهود كبير في تحسين إدارة الموارد المائية وتطويل البنية التحتية المتعلقة بالمياه وبتشتغل على مشروعات جديدة زي محطات تحلية المياه وإنشاء سدود داخلية عشان تقلل الاعتماد على مياه النيل بشكل كامل في كل الأحوال مصر جاهزة تدافع عن حقوقها بكل الوسائل سواء دبلوماسية أو قانونية ومش هتتهاوم في حقها في المياه اللي بتعتبرها مسألة حياة وقصة أن مصر بتفزي الجهود كبيرة في تحسين إدارة الموارد المائية وتطويل البنية التحتية ده مش معناه أن مصر هتفرط في مياه النيل ده معناه إدارة كويسة للموارد المائية عشان استصلاح أراضي زراعية أكتر بلوش علاقة خالص بحصة مصر أو حقوق مصر المائية في مياه النيل ده كده كده كان هيحصل من غير سد النهض أترك لحضراتكم التعليق ضربة كبرى من الحكومة إحالة حيتان البيض للتحقيق الدولة شغالة على أنها تحافظ على الأسعار في السوق وبتخليش التجار يزودوها بدون سبب عشان يكسبوا أكتر على حساب الناس مؤخرا سعر كرتونة البيض زاد بطريقة مش طبيعية وده خلق ألأ كبير خصوصا مع اقتراب المدارس لأن البيض بيعتبر مصدر بروتين مهم للطلاب جهاز حماية المنافسة اكتشف أن فيه كبار المنتجين اتفقوا مع بعض عشان يحددوا سعر البيض وده مخالف ليه قانون الجهاز رفع دعوة قضائية ضد 21 منتج من اللي اتفقوا مع بعض على الأسعار الجهاز وضح أن ده السبب اللي خلى سعر طبق البيض يزيد وده طبعا بيزود الحملة على الناس وبيمنع السوق من أنه يشتغل بحرية كمان شعبة بيض المائدة كانت بتحدد سعر البيض كل يوم وتنشر الأسعار على مواقع التواصل الاجتماعي عشان الناس تعرف السعر الصح وتشتغل عليه بالنسبة للعقوبات خبير القانوني أحمد شعبان قال أن اللي ثبت أنه معطلوا السوق وحملوا الناس أعباء ممكن ياخدوا غرامة من 2% لحد 12% من أرباحهم السنوية وكمان ممكن يتحبسوا لحد 3 سنين بالنسبة لأسعار البيض النهاردة كرتونة البيض الأبيض وصل سعرها في المزرعة 155 جنيه وبتتبع ب 165 جنيه والأحمر 160 جنيه في المزرعة و 170 جنيه للمستهلك والبيض البلدي بنفس السعر تقريبا سر قرار المركزي المفاجئ تحول خطير في سوق الدولار اللي حصل أن البنك المركزي المصري فجأة قرر يسمح للناس اللي مسافرة أنها تاخد معاها مبلغ بالدولار وده بعد ما كان فيه قيود جمدة على سحب الدولار من البنوك القرار ده جاي في وقت مهم جدا بعد ما الدولار كان عامل أزمة كبيرة على مدار سنة 2023 وبداية 2024 البنك المركزي كان خايف من الناس اللي كانت بتسحب دولار وتبيعه في السوق السوداء وتستفيد من فرق السعر ففرضوا قيود على السحب لكن بعد ما الأمور بدأت تتحسن وتحديدا بعد تحرير سعر الجنيه بدأت تحويلات المصريين من بره ترجع تاني بشكل كبير وده ساعد على توفر الدولار في البنوك عشان كده البنك المركزي قرر يرفع الحد المسموح بيه على بطاقات الاقتمان واللي الناس تقدر تسحب بيها من بره اللي حصل جديد انك دلوقتي تقدر تشتري 5000 دولار من البنك لو هتسافر وكمان لو معاك بطاقة اقتمان تقدر تسحب بيها الحد 6000 دولار في الشهر الرسالة اللي المركزي عاوز يوصلها هي ان ازمة الدولار خلاص اتحلت في مصر وان دلوقتي فيه وفرة تسمح للناس تسحب الدولار تستخدمه بره من غير مشاكل ده كمان دليل ان الوضع الاقتصادي بيتحسن وان السوق السودة خلاص بتختفي بعد طلب موظفين بدون اجازات اول تدخل حكومي ضد التوحيد والنور شركة التوحيد والنور اعلنت عن وظائف للسوائين لكل المؤهلات الدراسية لكن الاعلان اثار جدل كبير بسبب الشروط اللي حطتها الشركة باختصار الشركة قالت ان السوائين لازم يشتغلوا شهر كامل من غير اجازة عشان ياخدوا مرتب 8400 جنيه لكن لو خدوا يوم اجازة واحد بس في الشهر مرتب هينزل ل850 جنيه يعني هيخسروا 350 جنيه عشان يوم اجازة الاعلان ده خلى ناس كتير على السوشيال ميديا تتساءل وتزعل لانهم شايفين ان الشروط دي مش منطقية وممكن تضغط على العاملين الشركة وضحت كمان ان الوظائف متاحة لكل الاعمار وان الناس اللي معاهم مؤهلات عليا هيبقى ليهم رواتب اعلى صحيفة مصراوي تكلمت مع مصدر مسؤول في وزارة العمل واللي قال ان الشروط دي مش قانونية حسب قانون العمل وان الوزارة هتبدأ تحقق في الموضوع عشان تتأكد ان كل حاجة ماشية بشكل قانوني المصدر اكد ان بكتب العمل بيتابع الحاجات دي بشكل دقيق وبيتأكد من ساعات العمل والعقود وبيصلح اي اخطاء موجودة ولو لقوا حاجة مش مظبوطة هيتعبلوا معاها في النهاية الشركة قالت ان المرتب للسوائين اللي معاهم دبلوم هيبقى 7400 جنيه للشهر الكامل ولو خدوا يوم اجازة هيبقى ب7050 جنيه لابض البصل يرتفع والبطاطس تستقر وجنون في اسعار الطماطم لهذا السبب الطماطم سعرها عالي ليومين دول وبتتراوح ما بين 9 و 15 جنيه في سوق العبور ولما بتوصل للأسواق بتكون ما بين 25 و 30 جنيه السبب في الزيادة دي هو ان درجات الحرارة العالية اثرت على الانتاج والاراضي المزروعة بقت اقل بنسبة 25% من اللي محتاجه السوق الاسعار دي غالبا هتفضل كده لحد اخر شهر سبتمبر لما العروة الجديدة تظهر والبطاطس النهاردة سعرها ما بين 12 و 15 جنيه في سوق العبور ولما بتوصل للأسواق بتكون بسعر ما بين 15 و 20 جنيه البصل كان رخيص لكن النهاردة سعره طلع تاني ووصل ل 11 جنيه للأبيض وتسعة جنيه للأحمر البامية سعرها النهاردة سابت على 50 جنيه في سوق العبور لكن في الاسواق العادية هتلاقيها ما بين 60 و 70 جنيه للكيلو والكوسة سعرها بيتراوح ما بين 14 و 24 جنيه في سوق العبور ولما بتوصل للمستهلك بتكون ما بين 20 و 30 جنيه الجزر سعره من غير عروش ما بين 7 و 11 جنيه والفاصوليا سعرها غالي وبيتراوح السعر النهاردة ما بين 30 و 45 جنيه البتنجان البلدي سعر ما بين 4 و 6 جنيه والبتنجان الرومي ما بين 5 و 8 جنيه والفلفل النهاردة سعره ما بين 12 و 15 جنيه ولما بيوصل للمستهلك بيبقى ما بين 18 و 20 جنيه 12 جنيه مرة واحدة مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق النهاردة أسعار الدواجن شهدت ارتفاع كبير مع بداية سبتمبر 2024 بعد ما كانت مستقرة في أغسطس سعر الكيلو زاد حوالي 12 جنيه فكان في المزرعة ب 66 جنيه الشهر اللي فات دلوقتي وصل لحوالي 74 جنيه وبيتراوح في السوق ما بين 84 و 86 جنيه للكيلو ارتفاع الأسعار ده مرتبط بالعرض والطلب في السوق يعني لو المنتجين قللوا العرض أسعار بتعلى كمان بيض المائدة زاد بشكل كبير وده اللي ذكرناه من شوية وده بسبب مشاكل اقتصادية حصلت من 2022 زي أزمة الدولار وارتفاع سعر الأعلاف طبق البيض في المزرعة وصل ل160 جنيه ممكن يوصل ل180 جنيه لو ما تحلتش الأزمة خروج كتير من مربي أمهات البيض قال للإنتاج من 40 مليون بيضة في اليوم ل25 مليون ورفع سعر الكاتكوت الأبيض ل80 جنيه بعد ما كان ب10 جنيه الدكتور ثروة الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن قال إن الحل لمواجهة ارتفاع الأسعار هو زيادة الإنتاج وبيشدد على أهمية توزيع البيض من المنافذ الحكومية بدل ما التجار بيتحكموا في السوق من ناحية تانية جهاز حماية المنافسة أحل بعض التجار للنيابة بتهمة الاحتكار لكن شعبة بيض المائدة رفضت الاتهامات دي وأكدت إن السوق بيعتمد على عرضه والطلب وما فيش اتفاق مسبق ما بين التجار على الأسعار